اشتركوا في القناة اعرفوا الحبيب فكان كل حياتهم فالروح منهم للشفيع في داعهم يا خير من نظر الحبيب لوجههم منه ارتوى فالحب في شفاء كل القلوب لهم تحن وتطربوا لسماع اثار بها قد جاءوا من مثلهم صان العمود و اجساء في ذكرهم تتعطر الارجاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اعضر الصلاة و اتم التسليم على سيدنا و مولانا محمد و على آله و صحبه اجمعين و بعد فهذه الدوحة الثانية من صور مستطابة من دوحات الصحابة اعوذ لأؤكد ايها الاخوة بالرجاء و الاستجداء بين يدي رب السماء في بيت من بيوته ان يجعلنا اهلا لكلام عنهم و ان يجعلنا في رحابهم و في ركابهم تحت لواء السيد الاعظم صلى الله عليه وسلم و ان يجعل حبنا لهم رضوان الله عليهم بحب الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم عين الرأسمال الذي به نستر يوم العرض و يوم المآل و به نفوز ان شاء الله ببركة سيد الرجال صلى عليه صلى الله عليه وسلم دوحتنا اليوم تبدأ بصحابي جليل له اثر كبير في مد الفتح اضافة الى عمق الفهم لجزئيات دقيقة في حياته رضي الله تعالى عنه رغم انه اسلم قبيل فتح مكة لكنه قدم للامة من عطاءات و فتحات و ثوابت ما يشير الى انه لك انه اسلم من بداية البعثة رضوان الله عليه اذكر ايها الاخوة بانني سوف لن اقف عند الصورة على الحد المعهود بمدة الحلقة فقد لا يكفي هذه الدوحة هذا العد من الوقت فانا ساسترسل المسألة كما تعودنا وهذا شيء عودنا اياه ربنا سبحانه وتعالى مسألة فتح و نحن ننهل من معين هؤلاء الكرام نقف عند مواقفهم نستقرأ و قلت لكم لم اعتمد على ذاكرتي لاعتبارات كثيرة من اهمها التوثيق التاريخي لانني اتيت على الشواهد من الامهات لم اعتمد على كتب حديثة بل الامهات الامر الثاني السياق الادبي اللغوي الرصين الذي يفيدنا و يريح مسامعنا الامر الثالث كي لا يفوتنا شيء فالذاكرة خؤوم يعني قد ذاكرتك مات يعني تتذكر شغل تنسى شغلات و هذا معروف لدى كل انسان مهما كان حاضر الذاكرة لما لان اللوحات قد تكون عدة صفحات فلا تملك ان تأتي عليها غيبا من الذاكرة تسألني مع وجود الحافظة القوية انا اقول لك على الاعمل اغلب الا من استثنى وهذا استثناء من القاعدة اما ان يحفظ الانسان الحرف ويقل عنده الفهم او العكس فاذا جمع من هذا شيء من هذا شيء فخلط الحق عز وجل او مزج بينهما وجعل الوعاء توفيقه كان هذا اجمل و امكا و ادعى للافتقار بين يدي المواطف و هذا ما اخاطب به كل مدرس و كل خطيب ان لا يعتمد على ذاكرته حتى ولو اراد ان يقرأ الفاتحة ماهل اش راجعة كي لا تتكئ على همتك و ما عندك فقد ينسيك الحق عز وجل ما عندك من حرف العلم فافتقر دائما نعم و لا تخجر من ان تضع المكتوب بين يديك و سل الله التوفيق فكم من انسان يقرأ عبارة و يشرح على هذه العبارة عدى عدة صفحات مما امامه ببركة المقروء و الافتقار انه انا يعني عبارة عن فضولي بين يدي حرف هؤلاء الكرة فكي لا يفوتنا شيء من مثل هذا اردت ان يكون موثقا بالحرف نقلا مع التدقيق يعني جمعت ثم دققت و حررت ثم بعد ذلك شرح الله صدري الى ان تكون هذه الباقة لهذا الموسم الرابع كما قد علمتم من هو صحابينا اليوم انه سيدنا عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه و ارضاه هذا الرجل ايها الاخوة ما ينبغي لي ان اقول ظلمه التاريخ او ظلمه الناس لا و انما ينبغي ان اقول لكل انسان طعن في ظلم نفسه لان القضية لا تتعلق بجزئيات ترتبط بالرأي فيما يسمى او فيما يعنون بالسياسة الشرعية هذا الشأنهم انا ذاك فلو فندنا مسألة الخلاف الذي حصل بين الجميع رضوان الله عليهم جميعا و اتينا على نتائج معينة السؤال ما هي الثمرة عطيني ما في ثمرة اذا كان مغفورا لهم و رحلوا الى الله و تلك امة قد خلت و اخذنا منهم ما ينبغي ان نأخذ و احسننا الظن في كل موقف من مواقفهم و علمنا ان من حق الجميع ان تقول المجتهد المصيب له اجران و المقطئ له اجر و هكذا طوية الصفحة لا هروبا و لكن تحقيقا و على جذور العقيدة بعض الناس يظنون هروب لا لا مو هروب انا بدي شيء استفيد منه بدي شيء يعطي ثمرة للامة للمجتمع المحمدي لما انت تقول هاد لا و هاد ايه و هاد لا و هاد ايه شو صار بالمجتمع تمزق على اي قاعدة ما في قواعد ما في شيء ولا يرضيهم لا يرضي سيدنا عليا اي صحابي لا يرضي سيدنا عمرا لا يرضي سيدنا ابا بكر لا يرضي احدا لا يرضي احدا مطلقا كلهم رحلوا الى الله و كلهم قدم تسألوني ليسوا معصومين ايه ليسوا معصومين قالك انوا معصومين هي العقيدة بس انت مثلون انت الله قال عنك مثل ما قال عنون اكيد لا هذه نحية جوهرية دقيقة ينبغي ان لا تنسى طيب ايضا تسألوني لهم و عليهم اكيد لكن لما علمنا بالدليل ان الذي عليهم غفر لهم لانهم اجتهدوا للدين والاسلام انتهت المسألة والعود احمد اعطيني فائدة في سياق الجدل عند هذه المسائل اعمار ايها الاخوة تضاع اعمار تتمزق رجال يضيعون جيل يهوي في نقطة واحدة ندور حولها نرجع لما بدأنا نرجع لما بدأنا وبعدين وعدو الاسلام يتربص ويثير هذه الفتن بيننا تعزبني كلمة قالها من قبل من سلف تعالوا نتفق على ما اتفقنا نجتمع على ما اتفقنا عليه ونعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه لكن ليس على سوء الظن في حق احد ممن رحل لاننا سنسأل بل على حسن الظن لاننا نثاب بحسنه اضمن عذرا لهذه المقدمة لان اسم سيدنا عمر بن العاص يعني عند سماعه هناك شرائح مختلفة ستقف مواقف معينة كذا انا هذا جوابي لا تتعب حالك عطتك الجواب فان اعجبك احمد الله على ذلك واسأل الله جمع الكريم وان لم يعجبك رده علي فهذه بضاعتنا ردت الينا ما في مشكلة ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير الله بيعطينا اكثر جل جلاله والله والله لان القى الله على حب الجميع غير متعصب لأحد خير من ان القى الله متعصبا لأحد دون احد وقد سئلت السؤال الخطير ووقف هؤلاء الكرام يا رب قال في حقك كذا يا رب قال في حقك كذا وانا دونهم قزم بين يدي من شهد الحق عز وجل لهم بما شاهد كنتم خير امة خير امة فكن معهم ليقال لك انت كنتم خير امة انا نقف عند ترجمته وهذا من حقه علينا هو عمر بن العاص ابن وائل السهمي القرشي ابو عبد الله فاتح مصر رأي شهر بها بشكل سبحان الله فاتح مصر رضي الله تعالى واحد عظماء العرب ودهاتهم والي الرأي والمكيدة فيهم يعني ما عرف داهية داهية بمعنى قوة النظر والفكر والفهم وبعد النظر وفهم ما تحت المقدور خليني اقول ومس ما تحت الحرف سأتي معنا شاهد على هذا ودهش رضوان الله عن سيدنا عمر نعم معروف احد الدهات الاربع رضوان الله عني نعم قال الحافظ الذهبي في سياره والحافظ الى اذا تكلم فعليك ان تسمع الامام الذهبي طبعا فيما يتعلق بالرواية والدراية اما في رأيه الخاص في بعض الشؤون هذا بنحط على الميزان مول الرجل بنحط على الميزان لا الرأي الرأي يعني مثلا لو رجعنا الى ترجمته لابن الفارض يعني في شوي يعني من يعرف حقيقة ابن الفارض اقول لا ما بيسير لكن مع هذا اجمل ما في الامام الذهبي ووصاحب ميزان الاعتدال رضوان الله عليه انه لم يسئ لأي مترجم غير ان بعض المترجمين العظام في المعرفة لم يرقى الى ترجمة معرفتهم يعني ما ما تكلم بهالامور تكلم ببعض الامور التي نهايتها حسن الظن اينا اما في علم الرواية والدراية وتقرير هذا حديث ضعيف او او موضوع او غير موضوع او صحيح او غير صحيح كما فعل في فعل ابن الجوزي وفعل صاحب المستدرك الحاكم رضوان الله عن الجميع كلهم خدم الدين نعم الله قال الحافظ الذهبي في سيره داهية قريش ورجل العالم رجل العالم لك على التوصيف ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم ما حزم في مسألة وهوى او زلت قدمه اذا كان موفقا رضوان الله عليه نعم كان في الجاهلية من الاشداء على الاسلام ثم اسلم في هدنة الحديبية طبعا انا هذه عبارة عن مقاطع والله النبي صلى الله عليه وسلم امرة جيش ذات السلاسل نبي عليه الصلاة والسلام كان اعلم الناس بالرجال نعم يعني قبل اي احد ثم امده بسيدين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمان في حياته صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد بن الوليد في حربه منذ اسلمنا احدا من اصحابه اي نقطة هامة اي والاخوة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كل رجل في موضعه يعني ما سمعنا انه صلى الله عليه وسلم قدم عبد الله بن مسعود قائد جيش او قائد سريع لا الله عز وجل خصه بشيء اخر افقهكم ابن ام عبد فيوم تقتدي الام برسول الله في قضية الائتساء على الجوهر والمظهر وتضع كل شيء في موضعه وما يناسبه والله تبنى بناء يحسدها عليها الدول الكبرى وتتقزم امامها حينئذ اللهم ردنا ردا جميلا يا رب العالمين لعل الوقت قد ادركنا نتابع ترجمته وماذا ذلك ان شاء الله في حلقتنا القادمة ودوحتنا القادمة والحمد لله رب العالمين على نية القبول واستعطاف قلب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة موسيقى 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 هم للعقول محجة بيضاء بيضاء حول النبي كالنجوم أضاء اعرف الحبيب فكان كل حياتهم فالروح منهم للشفيع فداه يا خير من نظر الحبيب لوجههم منه ارتووا فالحب فيه شفاء موسيقى كل القلوب لهم تحن وتطربوا لسماع آثار بها قد جاءوا من مثلهم صان العمود وأجزاء في ذكرهم تتعطر الأرجاء موسيقى